تتوالى فصولا في بيروت المواقف الرافضة والمنتقدة بشدة للقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم في نيويورك أبرز الانتقادات جاءت من فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه رفضا لأي محاولة تنسيق وتواصل مع النظام السوري أعتبر الكتلة أن هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الأخرى كان بمثابة تجاوز للأصول والأعراف الحكومية وهي تشكل مخالفة صريحة وفاقعة للبيان الوزري للحكومة وكذلك اعتداء صارخا على الحكومة ورئيسها وعلى التضامن الحكومي داخلها موقف كتلة المستقبل لاقاه العديد في الداخل اللبناني في إطار محاربة كل محاولات استدراج لبنان إلى محاورة تتناقض مع مصلحته العليا نحن على أيدي هذا النظام يعني ذقنا الأمرين ذقنا كل ما ذاقه الشعب السوري وإن كان بطريقة أقل على أيدي هذا النظام من اعتقال ومن تنكيل ومن اعتداء على الحريات ومن دوس على الدستور هذا أجربتنا مع النظام السوري المواقف اللبنانية شجبت أي خطوة للتنسيق مع النظام السوري من دون استحصال مسبق على قرار من الحكومة وحتى من دون التنسيق مع رئيسها ترجمة نانسي قنقر